استقلت 15 قيادي إخواني في مجلس الجماعة التركية أسد أن التنظيم بيعاني من انشقاقات كبيرة وأن فيه تصدع كبير يعيش أزمة داخلية غير مسبوقة في تاريخه فيه تحرك على الأرض ليهم شكل مرعب أيضا فيه تصابق يعني اللي هيستقيلوا دول هينشقوا وظنهم سيشكلوا جناح آخر قد يكون أكثر شراسة من تنظيم الإخواني اللي احنا شفناه في الفترة الماضية هذا الخروج هو خروج بطعم الصراع هما بيتصرعوا مع الموجودين ليس إعادة تفكير ولا مراجعات ولا إعادة تقديم أنفسهم بصورة أفضل أو محاولة التوبة أو التطهر مما فعلوه بل بالعكس أنا أرى أن هذه الاستقالاتي استقالة لإنشاء جناح آخر من أجنحة الإخوان قد يأخذ شكلا مختلفا قد يأخذ اسما مغيرا لإسم تنظيم الإخوان لكن في كل الأحوال هو خارج علشان يبقى جناح أكثر تشددا وقد يكون جناح يمارس العنف ويعتمده بأكثر مما شهدنا طوال العامين الماضيين فالحقيقة بأنظر لها بدعم تركيا أيضا يا فنتم آه طبعا بدعم تركيا تركيا لن تترك الإخوان وهي حصانها الذي ألقت تركيا كل مراهنتها على هذا الحصان ليس في مصر فقط هي تراهن على الإخوان في حماس وحماس أحد أفرع الإخوان المعتمدين هي بتراهن على حماس داخل الأضياء الفلسطينية وداخل غزة هي بتراهن على الإخوان المسلمين في ليبيا في تونس